مجلس أمانة العاصمة في الأسواق العامة أراء متعددة ومقترحة مدروسة حول عدد من المشاريع والمقترحات التطويرية بحثها مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية حيث توافق الأعضاء على مشروع تطوير سوق ستر المركزي وسوق جدحفص المركزي بما لا يتعارض مع رؤية الوزارة لصيانة السوقين كما ناقش الأعضاء مسودة لائحة التنظيمية للأسواق العامة وذلك تفعينا للدور الرقابي عليها ناقشنا مشروعين تحويلهم إلى القطاع الخاص عن طريق استثمار ومزايدة اللي هو المشروع الأول سوق جدحفص فكرتنا أننا نسوي سوق يغطي منطقة كبيرة من السكان في جدحفص ونفس الشيء سوق في سترة يعني عندنا أرض اللي هي موجودة عليها السوق الحالي في مجال أن نحن نطورها ونسوي فيها مبنى كبير يغطي هذه المناطق وخصوصا يعني حين بعد ما أعلنوا المنطقة الشمالية لسكان سترة فبيكون في عدد كبير من السكان بيستفيدون من هذه المشاريع ناقش مجلس أمانة العاصمة في جلسته المنعقدة اليوم مسودة قرار تنظيم الأسواق العامة والذي يهدف إلى تنظيم العمل بالأسواق العامة مما يحفظ للدور الرقابي للمجلس والبلديات الأخرى على هذه الأسواق ويضمن الجودة المقدمة إلى المنتفعين من هذه الأسواق العامة ووضع ضوابط لحدود استغلال الأسواق العامة وبالتالي بعض الجزاءات لمخالفي هذه الضوابط مما لا شك فيه أن تنظيم الأسواق العامة يتفق ورؤية الاقتصادية 2030 تنمية وإنماء وبالتالي يرى مجلس أمانة العاصمة أن هذه خطوة جيدة نحو تطوير الأسواق العامة كما قدم المجلس عرضا مفصلا عن مقترح وضع آلية لتنظيم توزيع الإعلانات العشوائية على المنازل والمبني والشوارع بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة وقف توزيع الإعلانات العشوائية التي تتوزع على البيوت أو على العمارات هذه صارت ظاهرة سلبية بطريقة توزيحها تأثر على النظافة وأيضا تم ضايقة أصحاب الأملاك إن كانوا في البيوت أو العمارات فوضعنا مقترح إلى وضع مخالفات في توزيح هذا ونتمنى تطبيقها لإيقاف هذه الظاهرة من جانب آخر رفع المجلس قرارا لسعادة الوزير بضرورة عرض المشاريع الواقعة ضمن محيط أمانة العاصمة على المجلس وذلك من منطلق حرص المجلس على المشاركة في هذه المشاريع بما يتوافق مع مصالح المواطنين والمقيمين وضمن رؤية المجلس استنكر مجلس بلدي المنطقة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع مؤخرا والذي تسبب في استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين واصفا هذا العمل بالإجرام والخطيرة مطالبا الجهات المعنية بوضع حد لهذه الأعمال الإرهابية وأنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية الاعتيادي التي عقدت صباح اليوم كما بحث العضاء في الجلسة عدد من المواضيع الخاصة بعملية تطوير منطقة جري الشيخ أفق خطة تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تضمن التطوير البنية التحتية وتعديل عدد من الشوارع والطلقات بما يحقق رضا قاطنيها وسيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة كما استعرض الأعضاء استعدادات الوزارة لاستقبال موسم الأمطار لافتين إلى وجود ما يقارب المئة صهريج وتطرق أيضا في جلستهم إلى برنامج عمل اللجنة المختصة بالمشاريع الإسكانية ودورها في توعية أصحاب الوحدات السكنية بالأساليب الصحيحة والسليمة وذلك من خلال مجموعة من ورش العمل التعريفية وذلك في حال رغبتهم بإجراء بعض التعديلات على وحداتهم الإسكانية والابتعاد عن المخالفات قدر الإمكان تكلمنا في المجلس عن منطقة جيري الشيخ مجمع 926 كانوا الأخوان مشكورين في الموافقة على إعادة طرح المشروع لجل الميزانية وإن شاء الله نحن نتوافق هالمرة مع وزارة الأشغال وتوافق لنا ويكون من ضمن ميزانية 2017-2018 طبعا هذه المشروع صار له من المجالس السابقة كانوا من ضمن أولوياتهم من سنة 2006 فأحنا نتمنى أن نتم طرحة طبعا هذه المشروع بعد من الفترة السابقة 2015 ونتمنى من بعد ما حصلنا الموافقة على الخدمات وتم تصميم كاملة أمية بالمية نتمنى من وزارة الأشغال أنه يتجاوب معانا لجل أنه يوضع على أولويات هذه السنة الميزانية الجديدة هذه اللي نتمنى من وزارة الأشغال لجل هذه المنطقة تحتاج تطوير من شوارع من إنارة من أرصفة جانبية ومن لهوة تصريف مياه الأمطار صار اجتماع مع لجنة الأمطار برأسة أحمد الخياط وجميع الموجودين كانوا لهم خاصية بالأمطار وطلبنا منهم تكثيف الصهاريج المنطقة الجنوبية لكبرها وكثرة المشاكل في الأمطار والوزارة بتوفر مئة اللي هو صهاريج ومتزاعدة هي المضخات وزاعدة تعاون وزارة الداخلية معانا متمثلة اللي هي في الدفاع المدني ونشاء الله بنخلي اللي هو أرقام تواصل حق اللي هو البلديات كذلك جميع الأعضاء بكونون متواجدين على مدار الساعة حق الأمطار وتلقي شكاوي الناس تم عقد اجتماع في اللجنة القانونية مع ممثلين من وزارة الإسكان ودرسنا موضوع مخالفات البناء على المشاريع الإسكانية وتم الاتفاق على تنظيم ورش عمل تجمع جميع الأطراف منها وزارة الإسكان ووزارة البلديات وكذلك مجموعة من الأهالي لوضع آلية موحدة حول هذه المخالفات والطريقة المثلة للتخفيف من هذه الظاهرة وإن شاء الله راح تكون الورش تبدأ إن شاء الله مع بداية الشهر القادم إن شاء الله وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجرس البلدي بالمنطقة الجنوبية وعلى الله إن شاء الله أنه تخفف هذه الظاهرة والتعاون مطلوب وشراكة المجتمعية مطلوبة بين جميع الأطراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة